ما صير المساجد والزاوية والمدارس في مدينة عنابة وبيجاية وتلمسان ورسنطينة خلال الاستعمار الفرنسي للجزار السلام عليكم مرحبا بك على قناتي إذا كنت من المتابعين الجدد اشتهت لتتوصل بكل جديد إن شاء الله يفيدك هذا الموضوع وفي آخر الفيديو سأذكر مصدر ومرجع المعلومات ولم يكن ذاك الاستهتار بالمؤسسات الدينية مرصورا على العاصمة ولكنها هي الأولى التي واجهت شر الغزاة الفرنسيين فقد عرفنا كيف سارع بواي في وهران إلى تحويل جامع خنر النطاح إلى مستشفى عستري سنة 1831 ميلادي وسارع دارماندي ودوزير إلى تحويل جامع سيدي أبي مروان في عنابة إلى غراض عستري أيضا وهو الجامع الذي وجه الهدم والهدت رغم قدمه ومتنته في تاريخ المدينة وقد وطع في بيجاية ابتداء من سنة 1833 ميلادي سنة احتلالها ما وطع في مدينة الجزائي من الاستهتار بالمقدسات الدينية فبالإضافة إلى تخريب المدينة الذي طل ما شهدته مدينة أخرى جزائرية حتى لطع جل عنها السلطانية ولم يطع فيها سوى حوالي 300 نفر من العجزة هنا تهدم المساجد والزاوية وتحويل بعضها إلى أغراض عسترية ومن المساجد والزاوية التي تحولت إلى هذه الأغراض قبل أن تهدم الجامع الكبير وزاوية سيد تواتي وزاوية للا فاطيمة التي تحولت إلى مبيت للحرص وزاوية سيد أحمد النجار التي أصبحت ثكنة أما الزاوية والمساجد التي خربت تماما فنذكر منها جامع سيد المهوب وزاوية سيد البصروم وزاوية سيد عبدالهادي وزاوية سيد الخضر وزاوية سيد المليح إلى آخره ولا يخفى معطنا سابطا من أن جميع المؤسسات الدينية إلى أوقاف تضمت بطريق التعسف إلى أملاك الدولة سوى تلت التي بقيت أو التي بيعت أو هدمت والتي تحول وقفها إلى أملاك الدولة ويستوي في ذايت أيضا ماتان بالمدن وماتان بالأرياف ذات ألتاتي بابي في المجلة الإفريقية أنه لم يبقى في عنابة من مساجدها السبع والثلاثون التي كانت موجودة عاشية الاحتلال بناء على تطريقة دمه علماء المدينة إلى صالح بايا واخير طان الثامن عشر ميلادي سوى جامع صالح بايا المسمى أيضا بالجامع الجديد وهنات مدينتان كانت تتمتعان بوفرة المساجد الدينية الأولى تلمسان التي احتلها الفرنسيون سنة 1836 ميلادي والثاني الرسنطين التي احتلوها سنة 1837 ميلادي وهو تاريخ نهاية المرحلة التي ندرسها أما تلمسان فقط كانت شبه مخربة عند احتلالها إطال مواجهة مختلف الضغوط والحروب بين قوات الأمير عبدالقادر وقوات الفرنسيين من جهة ثم قوات الأمير وقوات الحزب العثماني المستحصن بالماشور من جهة أخرى وتذهب المصادر إلى أن المؤسسات الدينية التثيرة في تلمسان لم تعان نفس المصير الذي عانته مختلف المدن الأخرى رغم أن تلت الأملات تضمت تغيرها إلى أملات الدولة وتذايت أوقافها وتذهب هذه المصادر إلى أن الفرنسيين أرادوا بداية استجلاب مودة السرطان حتى ينحازوا إليهم ضد الأمير عبدالقادر ولا نعرف الآن عدد المؤسسات بتلمسان عند احتلالها ولكن بعضهم قدر الجوامع عندئذ انفيا بثمانية عشر جامعا أما مع السنطينة فالعام يختلف فقد كان بها ساعة الاحتلال سبعون بيتا للصلاة أي مسجدا ولكن الفرنسيين تصرفوا في ذات تصرف المالك المستهتر بملته فهذا جامع رحبة الصوف حولوا إلى مخزا للشعير ثم أسقطوا منارته وتذايت استولة السلطات العسترية على جامع القصبة الذي كان من المباني المشهورة في العهد الحفصي وفي العهد العثماني وهو الجامع الذي ذكره أحمد بن الطوفوذ في الطان التاسع هجري وعبدالتريم الفترون في الطان الحادي عشر هجري ثم هدم بعد ذلك رام هدمت مساجد وزوايا أخرى منها جامع سيدي فرج وجامع سيدي الفرجاني وجامع سيدي مسلم وجامع جبانة الوزناجي وجامع سيدي وراد أما الجوامع التي تحولت إلى الثتنات فهي جامع سيدي بوناب وزاوية العلوي وجامع سيدي البيازري وجامع سيدي راشد إلى آخره وهنا تجامع سوط الغزل الذي تان من أجمل جوامع المدينة والذي حوله الاحتلال والتعصب بالدين إلى تتدرائية ثوليتية ولسنا في حاجة إلى التصطير بأن جميع عطاف هذه المؤسسات تضمت وتذيت ما تانى منها في الريف إلى أملات الدولة وتدعبر الشاعر التابير محمد بن الشاهد الذي تانى تتولى الفتوى قبل الاحتلال وأصبح بعد سنة 1830 ميلادي طاعنا في السن فاقدا للبصر وفقيرا معدما طال على لسان مواطنيه يرصي مدينة الجزائر بعد أن وطعت فريسة ذاية الغزو ويخاطبها بقوله لابستي سواد الحسن بعدما صر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنّ تحميد مجيد اللهم بايت على محمد وعلى آل محمد ما بارت على إبراهيم وعلى أهل إبراهيم إن تحميد مجيد